عدى المراقبون قرار خفض سعر صرف الدولار من القرارات الفاشلة التي اتخذتها حكومة الإطار برئاسة السوداني بداية تشكيلها ويرجع المراقبون إلى أن الهدف من تخفض الدولار ليس من أجل صالح الدولة والمواطن لا بل أن الهدف من القرار شيطنت حكومة الكاظمي هذا القرار كلف العراق 10 مليار دولار وأوضحوا بأن هناك فرق بين أن يتم اتخاذ قرارات آنية لتمشية الأمور لفترة قصيرة دون التفكير والتخطيط للمستقبل وأن تكون قراراتك قائمة على استراتيجية طويلة المدى تحمي المجتمع من انهيار متوقع يحدث مع أي انخفاض بأسعار النفطة وعدم القدرة على توفير النفقات الأساسية للحكومة العراقية وفي مقدمتها الرواتب وهذا ما امتزت به حكومة الكاظمي في وقتها قرار تخفيض الدولار صدر من دون دراسة وهدفه امتصاص غضب الشعب الناقم على أداء الحكومة في حين بلغت النفقات الحكومية بحسب بيانات وزارة المالية 142 تريليون المراقبون أكدوا أن قيمة 142 تريليون دينار بسعر 1320 تساوي 107 مليار دولار بينما قيمتها بسعر 1450 تساوي 97 مليار دولار أي العراق خسر بقرار خفض سعر الصرف ما قيمته 10 مليار دولار أي 13 تريليون دينار كون مجمل إرادات الدولة من مبيعات النفط والتي تكون إرادات دولارية وتساءل ماذا حققت الحكومة بعد هذا التخفيض فلم تشهد البلاد أن يتحسن في العوانل الاقتصادية كنسب التضخم أو نسب البطالة أو مستويات الفقر أو زيادة الإرادات غير النفطية على حساب الإرادات النفطية فهذا الاستنزاف بإرادات الدولة هل حققت أي أهداف اجتماعية؟ ترجمة نانسي قنقر